مرحبا متتبع متتبعات مدونة فوفلاي معكم إبراهيم زوجغ في هذا الدرس السريع والذي سنرى فيه طريقة قياس سرعة الانترنت طبعا هناك الكثير من المواقع التي يمكنكم من خلالها معرفة سرعة سبيب الانترنت الذي يكون في البيت فعلى أين أنا الآن في يعني أعيش حاليا في الصحراء يعني في قرية صغيرة وأستعمل الانترنت الخاصة بالجوال أربطها بالحسوب لأعمل به فدعونا نقوم بفحص سرعتها الآن على الويندوز فسندخل لموقع أستعمله كثيرا طبعا بمجرد فتح الموقع سيبدأ يعني هنا كما تشاهدون باختبار سرعة الانترنت سرعة الانترنت التي تحصلنا على نتيجتها قد تختلف من وقت لآخر بحسب المنطقة بحسب حالة الشبكة إلى غريبه فهناك كثير من العوامل المؤثرة على يعني الصرعة فكما تشاهدون هنا لدي الانترنت هي خمسة ميجا أوكتي تقريبا في الثانية هنا كما تشاهدون خمسة ميجا أوكتي في الثانية فيمكن أن نقر على هذا السهم هنا لإعادة يعني الاختبار هذا السهم هنا إذا نقرت عليه سيقوم يعني بإعادة الاختبار علينا هذا الموقع هو موقع تابع لnetflix.com ثم إذا كنت تريد مزيد من المعلومات حول السرعة الانترنت يمكن أن نقر هنا على show more info وريد فقط أن أشتير أنه توجد لغة العربية هنا إذا أردتم استعمالها فهي موجودة هنا ويمكنكم استخدامها فهنا لدينا لاتنسي فالمقصود باللاتنسي هي المدة التي تستغرقها الانترنت للتواصل بدلاً بين حسوبك وبين سيرفر فلدينا انلودد ولدينا لودد بالنسبة لانلودد فهي المدة عندما تستعمل يعني الانترنت لوحدك فلنفطرت أنك مثلاً تشاهد فيديو على يوتيوب لوحدك ما هي المدة التي تستغرقها يعني سرعة الانترنت تتواصل مع الخوادم الخاصة بشركة يوتيوب أو جوجل هنا بطبط الحال انلودد عندما تستعمل الانترنت لوحدك فبطبط الحال المدة هنا ميلي سيجوند بالميلي سيجوند تكون أقل بين بالنسبة اللودد إذا كانت هناك أشياء أخرى مثلاً لنفترض أنه في هذا الحسوب في نفس الوقت ويندوز تقوم بتحميل التحديثات في الخلفية فأنا أستعمل الانترنت وفي نفس الوقت ويندوز كذلك كنظام تشغيل يستعمل الانترنت فبالتالي كما تشاهدون هنا الميلي سيجوند ارتفع حتى 507 وهذا يأخذ وقت أطول ثم لدينا هنا ابلود سبيد يعني لرفع الميلي فات الانترنت فهي اثنان ميجا هذه السرعة الموجودة في الأعلى هنا هي للتحميل هنا تم أعطاؤنا سرعة الرفع مثلاً إذا كنت تريد رفع فيديو مثلاً على يوتيوب ما هي المدة التي يستغرقها مثلاً فلدينا هنا اثنان فاصل اثنان لو كان الفيديو بحجم عشر ميجا فهذا سيستغرق تقريباً يعني خمس تواني فللراغبين يعني في المزيد من الموقع عليياً أن استعمل فاصل دوت كوم لأنه الان الاكتر استخداماً لكن إذا أردتم يعني استعمال مواقع أخرى فقط قمت الشريعة في هذا الموضوع لدينا كذلك يعني الموقع جوجل سبيريتس بالنسبة لجوجل ثم الخاص ببينغ التابع لشركة مايكروسوفت ولدينا كذلك فاصل بون كوم هنا ثم بعد ذلك لدينا ميجرومنطلاب وهو يعني شركة تتعامل معها كذلك جوجل فيمكنكم جربت هذه المواقع لمعرفة الفرق على أيين أنا استعمل فقط فاصل دوت كوم فأتمنى أن يكون هذا الدرس واضح أشكركم على مشاهدة وأراكم في درس آخر